هل يجوز ان الحكومة تتكتم طول الوقت؟ يعني انا ما بفهمش سياسة الكتمان المستمر صحيح ويمكن حتى بيلفط نظري جدا ان احنا في اكثر من موضع كنا بنشوف الرئيس يقول للحكومة انتوا ما بتتكلموش في الموضوع ده ليه؟ انتوا ما بتكلموش الناس ليه؟ انتوا ما عملتوش مؤتمر صحفي ليه؟ انتوا ما اصدرتوش بيانات بدا ليه؟ يعني ايه اللي بيجرى؟ في الحقيقة اكتر واحد متحدث في السلطة السياسية كلها هو رئيس الجمهورية اكتر واحد بيعلم الناس في زياراته وفي لقاءاته وفي بتاع حتى بيتكلم يمكن بصراحة اكثر مما اعتدناه ما خد بالك انما الوزراء سياسة الكتمان بينما انا بعتقد انه مهمة جزء اساسي من مهمة الوزير هو ان يتواصل مع الرأي العام انه يعرف الرأي العام هو بيعمل ايه؟ زي ما بيحصل في العالم كله يعني المثل اللي دايما بضربه البيت الابيض زي ما انت عارف طبعا يوميا الساعة 12 الظهر في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم البيت الابيض يجاوب على كل اسئلة الصحفي يوميا مين وزير عندنا بيعمل كده او عنده متحدث رسمي بيعمل كده في قضايا الناس مشغولة بيها والآن بيها لا ده انت واجبك وجزء من زي ما بيقوله job description او جزء من مسئولية منصبك التوصيف الوظيفي لمنصبك هو كيف تتواصل مع الرأي العام كيف تعلم الرأي العام كيف تسوق سياسة الحكومة للرأي العام كيف تتواصل ويبقى فيه تجاوب بينك وبين الرأي العام بحيث انا كمواطن ابقى عارف الوزير ده بيعمل ايه ابقى عارف السياسة الاقتصادية رايحة فين ابقى عارف الحكومة الجديدة لو جات حكومة جديدة حتتعامل مع مشكلة الديون ازاي هل ده لان هم تقنيين مش سياسيين يعني ليسوا حمل اتحقائب سياسية وانما هم تكنقراط والله انا بتصور انه هو ميراث يعني احنا متعودناش انه الوزير لازم يطلع يكلم الناس الوزير بيعمل الشغل اللي مطلوب منه من رئاسة الجمهورية وطالما تمم شغله خلاص لكن انه بقى يقعد يقول للناس هو بيعمل ايه مش كل وزير عنده الحس ده والادراك بانه التواصل مع الجماهير جزء من سياسته السياسة مش بس انك تنفذ تعليمات سيادة الرئيس انما كيف يتقبل الرأي العام هذه السياسة من الوزراء السابقين اللي كان عندهم هذا الحس بشكل عالي جدا مثلا فاروق حسني طبعا تواصلوا مع الرأي العام من خلال الصحافة والاعلام وكذا بحيث اصبحت القضايا الثقافية اللي هي بيتصوروا انها قضايا النخبة وكذا اصبحت قضايا رأي عام في الشارع الاوبرا الناس اللي كانت ما تعرفش ايه عرفت ايه الاوبرا و ايه اوبرا عيدة او البتاع اللي كانت بتعرض للبشوات في الاخرى الخدوية زمان وكذا فده جزء اساسي اتمنى برضو يمكن وحنا بنستطلع او بنتطلع للمستقبل انه يكون يعني واضح في زين الوزارة الجديدة لانه لدي الوزارة الكثير من الانباء الجيدة والسارة اللي لازم تعلم بيها الناء الجمهور وتعلمه ايضا بما هو ليس سار عشان يبقى واقف معاها يعني فكرة وسياسة واسلوب المكاشفة والمصارحة والتشارك بالزبط كده اشتركوا في القناة